بص بقى يا ابنك ليه انا مش هوصيكم ده تشيرت منتخب مصر خصوصا ان ده اول مؤسكر ليا وانا المدير الفني ها والناس كلها عملة تقول عايزين حسام حسن عايزين حسام حسن قديني جيت اهو مش هينفق تصغروني مع الناس كلها ده الناس كلها امرهنا علينا ها عايزكم تشدو حيلكو كده وربنا يوفقكم يلا 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 يا ابن انت هو ربنا يرزقكم ربنا يفتحها عليكم يا رب يا رب احفظني من شر نفسي مش عايز اكون عصبي واتعصب على اللعيبة واغلط والناس تزعل مني عايز اكون هادي كده ايه وحليم اديني يا رب لطفة من عندك انا عارف ان انا عصبي وان شاء الله انا انا اعيز اهدى كده وما انفعلش على اي حاجة واتعصب يعني انت مش عاجبك يعني كل الكلام اللي انا بقى القوله ده وقعب بتلعبلي في شعرك شافني شافني انا 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 اسف يا كابتن حسام انا ما كانش قصدي حاجة بس انا بس حسيت ان ايه شعري ايه بتبقي قصب فكنت محتاج اقص التروف يعني كنت بفكر ازاي ارفع عرضيات يعني الفترة اللي جاية اصدق يالا انا غلطان ان انا ضمتك للمنتخب يالا بشعرك ده انا اللي غلطان مش انت ايه ده لا استنى نشوف الحلوين دول اللي بيتكلموا مع بعض وانتو بتقولوا ايه البعض بقى ان شاء الله ابدا يا كابتن حسام شافنا اسكب بقى اسكب بقى ابدا يا كابتن انا بس كنت بقول لي عواد يعني هارد لك عشان بس شفت نفسيته حزينة بسبب ان احنا يعني خدنا منهم الكاس وده شملناهم قلص في النهائي وكده وهو كان قاعد حزين الراجل فكنت بقول له هارد لك واحمل ربنا عواد يعني ان النتيجة ما زادتش يعني لو كان فضل العشر دقيقة تاني كنا ممكن نكسب تلاتة واربعة صح يا عواد ما تتكلم قول حاجة وايه تلاتة واربعة يا ربيعة الكلام اللي انت بتقوله ده مفي ايش منه يا حبيبي انتو اصلا كسبانين زلم يا ربيعة لانتو كسبانين بجون اف سايت يا حبيبي والوات امام كان متسلل وبين اقوي يعني يا احترام يعني يا كابتن حسان انت بتتكلم فيه وبعدين بقى انت لو جيت للصحة وللدغري احنا اللي كنا مسكين عليكم كورة ايه يا ربيعة هارد لك لي مفوية يا ربيعة الكلام اللي انت بتقوله ده اضربها دي عواد يا الادرابها دي عواد وانت يا ربيعة امسك فيه يلا طيار له عينه الله ما انتو مش عنال لي اي احترام ولا اي اعتبر لمنت المنتخب مصر هنا في المنتخب مفيش حاجة اسمها اهلي وزمالك احنا هنا بنلعب عشان قطر التشيرتي ده افهم اموها ابوس ايديك ايه ده وانت داخل متسحب ليه بقى انت ان شاء الله ده ده سرق سريقة ده ولا ايه مالك يا حبيبي يا امام داخل كده على تراتيف سوابعك قطي سوتك يا كابتن خسام ابوس ايه دك ما تفضحنيش انا داخل متسحب كده عشان ايه مفيش حد من لعبت الزمالك يعني يشوفني هنا في المعسكر وفضلوا يحفلوا عليا واكيد ه هم هيبقوا زعلانين مني يعني عشان انا عارف لعبت الزمالك بتبقى كتير في المنتخب وهيتقطروا عليا ويعملوا عليا ربطية ايه ده انا مش شاف ولا لعب منهم يا كابتن حسام ايه مفيش غير اعواد بس بجد اعواد بس اللي موجود معنا في في المنتخب من لعبت الزمالك لا اعواد اخوي وحبيبي يعني مقدور عليه بس هو عتقول لهم عشان انا دلوقتي ما حدت انظار برضو تاني اهلي وزمالك يا حبيبي منك ليه يا بابا هنا منتخب مصر مفيش اهلي وزمالك كلنا بن تلعب لاتشرط المنتخب ايه ده لا استنوا بقى استنوا بقى ده في حالوسة المولي دي هينك بقى انت هيه اللي انت بتعملو ده يا اوفي ايه معسكر منتخب مصر ده طالع حلوة زي ما بابا كان بحكيلي الحلوة ليه ده احلى كمان من بابا ما كان بيحكيلي الله يا مش صدق ناسي انا هفصد كده وانا لو اقول شيرت المنتخب شيرت المنتخب حلوة毎 صورني كده ابو جبل كده الصورة عشان ينزله وابعت البابا. بابا طب كنت طيب بينكم كل واحب اللي يتصور والتاني مش مصدق ان هو في المعسكر والتالي بيتكلمه في اهلي وزمالك طب اعمل ايه طيب? اعمل ايه طيب? ابص ايديك وركزه وعايزين نرجع حبة منتخب مصر تاني ده انا شكل هستقيل من اول ما شاء الله خب بيكم.